خلينا نبدأ نقول للناس محور التعمير ايه هو محور التعمير حكايته ايه اهميته ايه وهندخل في التفاصيل نقول في الاول بقى فضل اصبح اسمه محور ابو ذكري في الايام الاخيرة هو لسه الناس كلها تعرف ان اسمه محور التعمير لانه هو طول عمره اسمه محور التعمير ايوه الان اسمه محور ابو ذكري تم تغيير اسمه يس ده الاسم الجديد الاسم الجديد اللي عليه الافتتاح اللي حيكون الأسبوع اللي جاي بإذن الله محور أبو زكري يبقى نتحدث عن محور أبو زكري عايز تتكلم عن محور التعمير نتكلموا عنه عن محور التعمير فطر ما هو عايش بقاله عشرين سنة محور التعمير محور التعمير ليه اتعامل محور بالشكلة اتعامل التكدس اللي موجود جوه أنا مش رجل بتاع تخطيط طرق بتاع تخطيط الطرق هم اللي يشوفوا الزحام والشغلانة اللي جوه مدينة اسكندرية عايزين يفكوها برا نعم فتتفكت زي بمحور موازل البحر طب يجيبوه فين لازم يجيبوه جنوب اسكندرية نعم جنوب اسكندرية اتعامل محور التعمير القديم اللي كان حارتين أو تلاتة في كل اتجاه وعاش خمستاشر طمانتاشر سنة وثبتت الأرض بتاعته وبقى تمام وشغال جاينا احنا بقى دلوقتي نعمل طمانتاشر حارة تسعة وتسعة ونحتوي الستة الأدام أو الأربعة الأدام معانا فنستخدمهم في شيء والجديد يبقى شيء أخر نعم بس دل اتعامل بقى عشان وبيجيب الناس من محرم بك لغاية برج العرب تاخد المسافة دي في عشرين دقيقة حاليا اه كانت الأول كانت الأول لا ساعة ساعة ونص بقى يعني انت وحظة انت وحظة اه حسب الطريق حسب الطريق نعم انما دلوقتي لا هو ما فيش ففيش عليه إشارة اه ففيش عليه إشارة كله حر كله حر حر اه عليه محاور عرضية تخدم بقى مدينة سكندرية بالجنوب اللي هو موجود فيه سادي الجيش و نعم المناطق اللي هناك المناطق الجنوبية نعم بتتربط الدنيا كلها بمحاور عرضية انما المحور بتاعنا اللي هو طوله 35 كيلو من محرم بك عند قربة مطار النزهة ايوا وبعدين هو بيلف بقى يقابل الصحراوي معنا المحور في الشكل الاخير تقريبا اه تقريبا تقريبا اه 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 ده كان فيشارة لسة على التصوير ده اه منفضل حاجة حاجة ما شاء الله لا ان شاء الله يكون حاجة كويسة قوي ولسه احنا هنتكلم دلوقتي نعم عن تفاصيل في احنا لان هو اصل المحور ده مسألته مسألة صعوبات ومشاكل اه تنفيذ وما بعد التنفيذ اه ده ده اساس القصة طيب يوسف بعد اذنك هاتلي الجزء الخاص انه دكتور عبد السلام نهتم بي المشاكل المشاكل اصل انه كانت واجهة المحور ده انه تعمل ايوا تمام فضل فضل فهم لو احنا بنتكلم على المقل شوف انت بتنفذ اه هذه الاعمال اه وبتمور في ملاحات ومحيرات هي دي اوقف هنا يوسف لو سمع ارجع قبل سيدة الرئيس معلش معلش لا لا هاتلينا الملاحات والمي اه ارجع ارجع عشان دكتور عبد السلام بس يشرح لنا الصعوبات الكبيرة قوي اللي في هذا المكان بس هنا اوقف هنا يوسف اه بتدخل في ملاحات وبحيرات تعمل فيها هذا الجسم اه كان موجود جسم صغير قد كده نعم بقى قد كده اه يعني ما تتكلم عن ستة وبو تمنتاشر نعم فانت محتاج ايه ثلاث مرات فانت محتاج تردم تردم ايه ملايين الامطار المكعبة ردم المشكلة مش في الردم الطين الردم بنقدر احنا اسمه man made اه صنع الانسان اه نعمل صنع الانسان ايوا بجودة تحكم نعم اللي بيسموها quality control نعملها مية المية منما تاب اللي تحتية من الارض الطبيعي اه اللي هو الخالق اه عمل احنا بيروح الراجل اللي عمل الاستاذ الاستشاري نعم اللي عمل فحص الطربة لهذا المصار استاذ بجامعة الاسكندرية وبتتعم الجسات على مسافات الجسة دي عبارة عن تقب في الارض بينزل لاعماق لغاية منوصة الارض سليمة ونعرف ايه التكوين من سطح من تحت المية ايوا لغاية منوصة اللي تقب سليمة ايه اللي موجود لقنا هنا ايه فاللي موجود هنا بقى طينام اللي تمسكها كده تعملها زي زي السفنجة ايه اللي اشتركوا في القناة